المجتمع البحريني في أجواء تسودها الطمانينة والمحبة بفضل التشريعات والنظم المتبعة وهذا ما أكد عليه جلالة الملك المفدى في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس الخطاب الملكي السامي أكد على أن مملكة البحرين تمضي قدما لتطوير التشريعات ونظم العمل خصوصا فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج الاجتماعي حزمة مبادرات وطنية تم إطلاقها لتطوير آليات العمل والتنفيذ تأكيدا على أهمية العيش ضمن مجتمع آمن تسوده المحبة والتوافق للسير قدما في الاستثمار في العنصر البشري الوطني بما يحقق النماء والازدهار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أشار ضمن الخطاب الملكي السامي إلى أهمية حماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج الاجتماعي تأكيدا على الرؤية الإنسانية التي تتمتع بها مملكة البحرين نعيش اليوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة كأسرة واحدة في هذا المجتمع الآمن وهي أجواء مشجعة تجعلنا نمضي قدما لتطوير التشريعات ونظم العمل وخصوصا ما يتعلق منها بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي مضامين الخطاب الملكي السامي عكست نظرة جلالة الملك المفدى الثاقبة وحرصه على استمرار الجهود الوطنية المبذولة في الملفات الحقوقية والاجتماعية وتطويرها بما يسهم في تلبية الاحتياجات ومواكبة تطورات المراحل القادمة إنجازات مملكة البحرين في الملفات الحقوقية والإنسانية والاجتماعية إقليميا وعالميا جاءت نتيجة السير بخطا ثابتة استجابة وتنفيذا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أن تكون مملكة البحرين حاضنة لكل المواطنين والمقيمين بكل اختلافاتهم ضمن بيئة عادلة وصحية وآمنة شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة